بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العراق ينهار بهدوء استولى وكلاء إيران على السلطة في بغداد ويقوضون الدولة هذا عنوان لفوريان أفيرز كتبه أحد أعمدة معحد واشنطن الذي أسسته وتسيره وتتحكم به الآيباك ومن لا يعرف الآيباك ذلك اللوبي الصهيو أمريكي الذي يسوق للكيان الصهيوني المؤقت اللقيط في منطقة الشرق الأوسط هذا التقرير هو واحد من عدة تقارير بدأت تتسرب في الآونة الأخيرة وبدأ أن هناك وكلاء لهؤلاء الذين يسربون مثل هذه التقارير ويتحدثون عن انهيار العراق وأن من يسمون بوكلاء إيران يعني حلفاء إيران أو أصدقاء إيران هم يسيطرون على السلطة في العراق ويقوضون الدولة أن هذه هي الدولة خلاص الآن انهارت في العراق لا يوجد شيء اسمه دولة توجد فصائل يسمونها ميليشياتية التي تتحكم في العراق وطبعا حتى يسوقوا لقضية أنه في المرحلة المقبلة يجب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بذريعة أنها هي التي دعمت هؤلاء الذين هم في السلطة كما يزعمون بإيجاد تغيير في النظام السياسي في العراق وهي كما تعلمون أحلام عصافير أو بكلمة أخرى كلام نواعيم وهذا مما لا يتحقق لأنه في نفس هذه التقارير شوفوا الأئمة عليهم السلام يقولون الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى في نفس هذه التقارير هناك اعتراف واضح وصريح بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتعايش مع الدولة العراقية الراهنة أو مع الحكومة العراقية الحالية التي يقولون كذبا طبعا بأن الإطار التنسيقي هو الذي يسيطر عليها وهو الذي أسسها والذي أنشأها بينما هذه الحكومة هي حكومة ما يمكن أن نسميه وهذا الإسم الرسمي اعتلاف إدارة الدولة يعني في الحكومة كل الذين هم في الحكومة جاءوا بموافقة وبالتنسيق مع بقية الشركاء في اعتلاف إدارة الدولة ليش ما يصير هذا الحديث السلبي عن الرئيس الرئيس العراقي وليش من نفس هذه التقارير أقصد ومن نفس هذه المعاهد فوريان أفيرز محد واشنطن مراكز أبحاث أخرى في الكيان الصهيوني اللقيط على سبيل المثال ليش التركيز فقط على الإطار التنسيقي وعلى يعني البيت الشيعي نقولها بكل صراحة هذا وصف هذا ليس حديثا عن الطائفية ولا ترويج لهذه بس هذا الواقع هو الحال الآن هذا الموجود يعني اعتلاف إدارة الدولة التحالف بين سنة السلطة اللي هم كرد وعرب وشيعة السلطة وطبعا آخرين من قوميات ومذاهب أخرى بالنتيجة هذا الائتلاف لا تقوده في جماعات محددة من داخل الإطار رئيس الجمهورية رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ودون أن نمدح أحدا منهم نحن هنا نصف الأشياء جاءوا وفق سلة واحدة وبسلة واحدة وبتفاهم واحد فإذا لماذا يستهدف فقط جزء محدد من إدارة الدولة وهو البيت الشيعي يعني الإطار التنسيقي وهي طبعا أطراف رئيسة أخرى في داخل إدارة الدولة تؤيد الإطار لنقول هكذا شوفوا من باب من فمك ودينك نفس هذا التقرير الذي يبشر بانهيار العراق يعني تمني تمني يتمنون أن ينهار العراق هذا التمني ليس تحليل ويجيك هذا مركز تفكير ومشهور ومعروف والكاتب هم معروف على أساس خبير في الشؤون الأمنية نفسه يجي ويقر لأنه الحقيقة لا يمكن أن تخفى وتحجب بغربال يقول على السطح يبدو أن العراق قد حقق قدرا من الاستقرار هذا اعتراف ما يليد يقول حققه يقول يبدو يما يخالف أخيرا أصبح للبلاد حكومة فاعلة بعد فراغ سياسي دام عاما وانخفض العنف الإرهابي إلى أدنى معدل له منذ الغزو الأمريكي هذا كلامهم عام 2003 حتى الميليشيات التي لا نحترف بهذه التسمية لأن هذه تسمية تعسفية حتى الميليشيات المدعومة من إيران كما يقولون التي لطالما كانت مصدر توتر مع واشنطن قللت بشكل كبير من هجماتها على المواقع الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية طبعا هنا أيضا دس لأنه هذا اللي يسموها ميليشيات يعني فصائل المقاومة لم تستخدف يوما مواقع دبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية وخلال الفترة الماضية يعني منذ مجيء السيد عادل عبد المهدي وما أعقبه من حكومة السيد مصطفى الكاظمي كان هناك تفاهم كان هناك تفاهم بين الفصائل تنسيقيات الفصائل وبين الحكومتين السابقيتين والآن نفس الشيء مع الحكومة الحالية حكومة السيد محمد الشاعر السوداني على أن تقوم الحكومات هي بإجراء وتنفيذ بيان أو قرار البرلمان العراقي الذي صدر في الخابس من كانون الثاني يناير 2020 والقاضي بإخراج القوات الأجنبية وتحديدا القوات الأمريكية من العراق يعني لم تتبن أي عملية وهذا اللي جاء يكرروا دائما في وسائل الإعلام من وكلائهم في داخل العراق أنه الفصائل وقفت عملياتها ويعتبرونه خنوعا وخضوعا نستنجي نثبت العكس تماما قللت بشكل كبير من هجماتها على المواقع الدبلوماسية وقلنا هذا تدليس والعسكرية الأمريكية هذه الأدلة في خطاب ألقاه في الرابع من مايو في محهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الأيباك يعني عزى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الفضل له إلى استراتيجية الولايات المتحدة المبنية على الركيزتين التوأمين للردعي والدبلوماسية يقولون إحنا السياسة الأمريكية استخدمت استراتيجية الردع تخويف والدبلوماسية لتقليل الغجمات على المصالح الأمريكية يعني يتعايشون مع الأمر الواقع بعد كما يوضح خطاب سوليفان أن فريق الأمن القومي للرئيس جو بايدن يرى أن هدوء الشرق الأوسط تذكرون نحن دائما نتحدث عن أن المرحلة تعيش تفاهمات وكادت هذه التفاهمات أن تتحقق في العام 2020 قبل اختيال الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني الذي جاء إلى العراق ويجب أن نذكر دائما جاء إلى العراق من سوريا حاملا معه جواب النظام الجمهوري الإسلام النظام برمته مبسل حرس الثوري فيلق القدس الخارج النظام بزعامة وقيادة الإمام السيد علي خامنئي لهذا الجواب كان على مقترحات نقلها رئيس الوزراء الأسبق السيد عادل عبد المهدي من المملكة العربية السعودية لإيجاد عصر التفاهمات لكن الكيان الصهيوني بتحريض منه وقام الرئيس الأمريكي آنذاك المتهور ترامب بعملية الاختيال التي اعترف لاحقا كما نشر عنه أحد الكتاب الصحفيين في ذهيل كتابا ملقص عن كتاب معه حوله اعترف بأن بأن الإسرائيليين يعني نتنياهو قال ورطني بالحرف الواحد قال ورطني وتركني وحيدا في هذه الأزمة أقول هم الذين قوضوا تلك التفاهمات والآن هم يعترفون هنا بأن هذا هو عصر التفاهمات يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط كانت تريد هذه التفاهمات في الوقت الحاضر لأنها مجغولة بالتركيز على منافستها منافستها مع الصين لكن في العراق والكلام لهذا التقرير في محهد في فوريون أفيرز يقول لكن في العراق يعد هذا النهج له تكاريف طويلة الأجل يتم استغلال رغبة الولايات المتحدة في الهدوء من قبل حلفاء طهران لزعزعة استقرار سياساتها هذا هو الدس دس السم بالعسل من قبل هؤلاء لأن يشوفون أكو استقرار في العراق هذا الاستقرار ما يريدون أن يستمر وما يريدون يعني من يسمونهم بحلفاء إيران ينجحون في المستقبل فيقدمون هذه المقدمات حتى إذا إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى أن تكرر سيناريو تشرين وسيناريو زعزعة الأمن والاستقرار فيقول لك والله إحنا كنا نعرف جيدا أن الإطار التنسيقي بعدين هو بالمقابل مناسبة هذا التقرير ركز على الإطار التنسيقي بشكل كامل لشيطانته من الآن وإتهام إتهامات جائرة غير صحيحة لكي يعني يعطي انطباعا للرأي العام العالمي أن أمريكا تعايشت ويقول ويعترف مع الأمر الواقع في العراق بل هذا أيضا تحذير لأنهم يخططون في المستقبل لزعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا الحبيبة ماذا أنتم فاعلون مع مثل هذه التقارير ابقوا معنا وثائق سرية مسربة من المخابرات البريطانية إياكي أعني واسمعي يا جارة هذا أكو صحفي هنا في بريطانيا يكتب في موقع في بريطانيا ذكردل ومتخصص في الصحافة الاستقصائية قبل أيام تم اعتقاله من قبل جهاز مكافحة الأرهاب هنا في بريطانيا اسمه كيت كلارنبرغ كلارنبرغ تم التحقيق معه حول قضايا كثيرة لأنه يبدو أنه ربما يثير حفيظة أجهزة المخابرات هنا بالرغم من أنه عندما ينشر معلومات ينشر بالاستناد إلى الوثائق المسربة وينشرها هسا نحن هنا بما أننا في برنامج خارج الحدود نحن لسنا مع ولسنا ضد نحن فقط ننقل لأن لفتني أن هناك بعض التقارير التي أعدها هذا الصحفي والذي استجوب من قبل شرطة مكافحة الأرهاب لمدة خمس ساعات بشأن عمله الصحفي وآرائه السياسية كما تقول صحيفته وكما تقول بعض الصحف الأخرى التي ينقل عنها يعني ينقل معلومات ممكن أن نهتم فيها فيما يتعلق بالعراق نجلت إياكي أعني واسمعي يا جارة لأنه نشر تقريرا عن عنوان بالضبط أنا أقول وأكرر هنا حتى لا يفهم أنه لدينا موقف سلبي من أجزة المخابرات البريطانية أو غيرها لا لا نحن هنا نمارس العمل السياسي والإعلامي الصحفي الاستقصائي يقول وثائق سرية أيضا هو نفسي ينقل كيف تتحكم الاستخبارات البريطانية بالإعلام الأردني أنا ليش أقول إياك يعني واسمعي يا جارة لأنه يتحدث عن دور السفارة البريطانية في الأردن هو يتحدث أنا مؤمن لأتحدث يقول تكشف وثائق سرية مسربة من وزارة الخارجية البريطانية يعني الخارجية البريطانية سربت هذه الوثائق سعي لندن إلى إنشاء غرفة أخبار سرية لإغراق وسائل الإعلام الرئيسية في الأردن بالدعاية التي تصب في مصلحتها وتكشف مذكرات مسربة من وزارة الخارجية اطلعت عليها ذكرية الكريدة يعني المهد بالعراق نقول كاروك التغلغل البريطاني في هياكل الاتصالات في الأردن على أعلى المستويات وكرر هذه وثائق بريطانيا والعهدت وعلى الراوي ناقل الكفري ليس بكافر يقول ما أثر بشكل كبير وخبيث على وسائل الإعلام المحلية وعلى الرأي العام داخل الأردن وفي غرب آسيا على نطاق أوسع يقول تظهر هذه الأوراق كيف سعت لندن تحت ستار مكافحة دعاية تنظيم داعش إلى زرع عملاء داخل وحدة الاتصالات الاستراتيجية الحكومية الأردنية بالتوازي مع إنشاء غرفة سرية للأخبار لنشر دفق من الأخبار المجهولة المصدر عبر الوسائل الوسائط المتعددة يمجد هذه السردية الوطنية يعني شون عدنا بالعراق نريد وطن ووطن والوطن وإيران بره بره تذكروها وتذكرون يعني من نحجة عن دور السفارات خب بعدين كشفنا في تقارير سابقة مثلا المؤرخ الأمريكي آريك زويس الذي عمل على أوكرانيا أربع سنوات تقرير استقصائي تحدث فيه عن أن يعني الناتو الولايات المتحدة الأمريكية أسقطوا الحكومة في أوكرانيا حتى يخلقون نقطة أو مركز ضعف لروسيا وبعدين يهزون روسيا وسقطون روسيا بعد أن انهار الاتحاد السوفيتي السابق نفس الشي نفس الأساليب ونفس التفصيلات جرت في العراق والآن بعضها قاعد تجرى كما ذكرنا في لقاء سابق في أفغانستان مع حركة طالبان وأخيرا هناك موقع أذربيجاني من حكومة باكو نفس هذه باكو أذربيجان نشرت موقع عن اتصالات سرية في ضوء زيارة رئيس الكيان الصهيوني إلى باكو مؤخرا مواقع رسمية ومواقع موجودة وكلها بوثائق نشروا عن اتصالات يجريها الرئيس الصهيوني إسحاق يرزغوغ إلى يرزغوغ في داخل باكو مع جهة على الأقل سنقول جهة هم قالوا طالبان بس أنا شوي أخفف لأن أقول ربما مو كل حركة بطالبان متورطة أنه اتصالات سرية مع جهة من حركة طالبان لإيجاد محور بتركيا أيضا وباكو والكيان الصهيوني يعمل بالخفاء ضد الجمهورية الإسلامية طبعا بعد فشل مشروع محاولة استخدام أجواء وأراضي دول معينة في المنطقة ضد الجمهورية الإسلامية في أي عملية عسكرية ينوي الكيان الصهيوني اللقيط شنها على الجمهورية الإسلامية شفتوا هذا التطبيع الذي جرى بين هذه الدول وبين إيران وتقريبا يعني سبب مع أنه جرى برضى وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية لكن هذا يزعج الكيان الصهيوني بأي حال من الأحوال خبتوا شفتوا في الفترة الأخيرة هناك حديث عن إمكانية أن يقوم هناك تطبيع بين المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني بل بشرط المملكة العربية السعودية قالت نريد على الأقل أن نحصل على برنامج نووي سلمي كما لإيران وهذا طبعا هذه الغيرة من إيران يعني إيران شجعتهم على المطالبة وهذا حق لكل الدول العربية والإسلامية أن تحصل على إمكانية نووية مو بس طاقة نووية لأ حتى تقنية نووية تستخدم للأغراض السلمية مع كل ذلك يجي الكيان الصيوني يعرب عن رفضه لأن تحصل المملكة التي تعتبر صديقة لهم وكما يقول بني أمين نتنيو يقول لدينا تحالف مع الدول العربية السنية المعتدنة هذا كلامه أصطلاحة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على يتحال أقول هذا التقرير يستمر في الحديث عن التعاون أجلت المخابرات البريطانية كيف تتعامل داخل الأردن للهيمنة على وسائل الإعلام ويقول كان إخفاء الدور البريطاني في عمل الغرفة أكو غرفة سرية يتحدث عنها أثناء ما يسمى بالمعارضة السورية ضد دولة الرئيس الدكتور بشار الأسد وتكوين غرفة على الحجود بين الأردن وحتى داخل الأردن وسوريا غرفة سرية تديرها أجهزة المخابرات ووحدة من المخابرات البريطانية لتقويض النظام والدولة في سوريا يقول كان إخفاء الدور البريطاني في عمل تلك الغرفة السرية ذا أهمية قصوى إذ أن أي جهد يرتبط بحكومة إقليمية مثل الأردن أو غربية ينظر إليه كخطر كبير الدول الرأي العام هناك أجهزة مخابرات تشتغل خلف الكواليس لذلك يعملون على ضمان أن لا يكون التمويل والإدارة واضح الأجنبيان طبعا واضحين في العلامة التجارية للمحتوى والرسائل المختارة وعلى كل هذا تقرير مفصل وغير أيضا من هذه التقارير هو نفسه يعني مثلا يذكر بما يتعلق بالعراك كما قلت لكم يقول في مفارقة سلبية فإن المرشد الداخلي لهذا المشروع الذي سيتم ضمه إلى مشروع يسمي جي أسيو لتدريب مرؤوسيه الأردنيين على فن حرب المعلومات هو جندي احتياطي في الجيش البريطاني خدم في أفغانستان وعبط عسكري بريطاني والعراق وكوسوفو ويحمل خمس سنوات من الخبرة التشغيلية في استراتيجية الاتصالات لمصلحة لندن وواشنطن وأنشأ وقاد فرق صحفية في بعض البيئات الأكثر عدائية من بين ذلك ترأسه عام 2011 مركز عمليات البرامج الاستراتيجية التابعة للبنتاجون في بغداد حيث قاد برامج لاستغلال أصوات المجتمع المدني التي تعرفوها مئات منظمات المجتمع المدني بين قوسين هو يقول الموثوقة وذات المصداقية من أجل إحداث تأثير أقوى في حملات تروج بين قوسين أيضا من عنده للمصالح السياسية ولتعزيز الهوية الوطنية اللي قلنا هوية وطنية شلو الهوية الوطنية يعني إيران بره بره يعني العراق نعم نقول العراق أولا بس مو بنزعة إقليمية عنصرية لا تميز بين الصديقي العراق وعدو العراق زين هوية وطنية وأمريكا جاي من على بعد ستة آلاف مايل وتجي تحت في العراق وبعض يتحدث يقول والله أمريكا أصبحت أمر واقعا في الجغرافية العراقية في الجغرافية العراقية بينما في الجوار الجغرافي العراقي إيران أمر واقع إيليش إيران تكون عدوة ويروج لها من قبل هذه الأجهزة وهذه الوثائق وهذه المنظمات المجتمع المدني اللي تتغذ من مثل هؤلاء وبعدين يقول لك والله احنا نريد وطن هستخوا فهمتوا هذا يرد للحديث الكثير من التفصيل لأنه كما يقول الكاتب نقلا عن هذه الوثائق المسربة يقول أن هذه السرديات الوطنية والرسائل الرئيسية تسعى لإيجاد هو داخل المجتمعات مثل المجتمع العراقي وغيرها بين الركائز الرئيسية اللي يتكون منها المجتمع لصالح الهيمنة ولتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الكبرى اللي هم طبعا يرسموها أنا شو تسوون أقوم الولايات المتحدة الأمريكية تمشي على حبل مجدود لوقف تصعيد التقدم النووي الإيراني لكن دون تعطيل امدادات النفط هذا عنوان أيضا لصحيفة ستاندرد أنبورز جلوبال معنواني حتى تعرفون جيدا أحبائي أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تؤيدها وخصوصا الترويكا الأوروبية بريطانيا فرنسا ألمانيا التي كانت معها منخلطة في محادثات خمسة زائد واحد يعني الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا بعدين صارت إلى أربعة زائد واحد بعد أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد بشكل من الأشكال ما يقولونه وما يصفونه بمنع إيران من حيازة سلاح النووي وقد اعترفوا بعظمة لسانهم كلهم حتى البارحة بالمناسبة يعني هاليومين الماضيين وزير الخارجية الأمريكي توردي بلينكين وهو كما تعرفون يهودي يهودي وصهيوني شنو صهيوني يعني يؤمن بالدولة الإسرائيلية غير الشرعية القائمة في فلسطين مؤتمر في حضرته الآيباك نظمته صحيفة جيرالوزين بوست وقال قال إيران صحيح هي تعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه الكيان الصهيوني عن إسرائيل لسانا بين المزدوجين أقوله لكن إيران لا تشكل خطرا على هذا الكيان لأنها لا تملك حتى الآن السلاح النووي ويزعم أيضا في يعني غيره وهو أنه يعني صحيح إذا إيران إذا نريد أن نمنعها من أن تنتج سلاحا نوويا فيجب أن نبقي على الدبلوماسية شغالة قلت لكم سابقا بربارا ليف مساعدة وزير الخارجي الأمريكي عندما شجعت المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة العربية طبعا على التقارب مع إيران والتطبيع مع إيران قالت الدبلوماسية ليست فقط مع الأصدقاء الدبلوماسية مع إيران يعني إيران تشكل تحديا فإذن يجب أن نستخدم معها الدبلوماسية الآن هم لاحظتم في الفترة الأخيرة حصلت هناك بعض الانفراجات وكانت الدولية للطاقة الذرية تقر بأن إيران أجابت على استفساراتها وتم إغلاق ملفين رئيسيين قضيتين أساسيتين من ثلاث قضايا وهذا الأمر في الظاهر أزعج نتنياهو ونحن قلت لكم دائما قبل شوية محيشين نتنياهو وهي الدولة هذا الكيان الصهيوني هذا لا يرضى أن تمتلك أي دولة حتى لو كانت حليثة من الدول العربية والإسلامية لهذا الكيان أي قدرة مو بس على إنتاج أو طاقة نووية لا حتى القدرات العلمية وشنو اختيال العلماء وهذا ما نكرره اختيال العلماء النووين سواء في العراق في مصر في مصر بدأ اختيال العلماء النووين في العام 1950 قتل العالم المشهور علي مصطفى مشرفة والعالم سميرة موسى وغيرهم وبعده وبعده لا يريد للدول العربية والدول الإسلامية أن تمتلك قدرا من العلم وجاهدهم وقرأ القرآن وجاهدهم به بالقرآن وبالعلم جهادا كبيرا فأقول أن الجهود الأمريكية في الآونة الأخيرة لكبح ما يسمى هذا التقرير اللي هم يقولوا برنامج إيران النووي عن دائرة الضوء على الرغم من العقوبات الأمريكية لم تمنع إيران من أن تستمر في تطوير برنامجها النووي السلمي لم تمنعه من كل العقوبات والعقوبات واختيال العلماء والتهديد ودائما حاطين السيف مسلط يعني دائما يكون توتر شد شد هسه سرق غار وبعد شوية تصير غار وهس يقصفون منشئة نووية وبعد شوية يقصفون منشئة نووية مو بس هذا إيران رغم الحظر الاقتصادي أنا ما سمي عقوبات العقوبات عيب شنو عقوبات من يعني هل يحقوا لأمريكا أن تفرض عقوبات على دول أخرى ليش منو أنتو تمارسون هذه الهيمنة وهذه الغطرسة بعدين ومنو اللي انسحب من الاتفاق النووي الولايات المتحدة الأمريكية يعني شوفوا ينقضون العهد الذي هم ألحوا عليه قبل من كان والله يقولون تذكرون يعني أثناء الحرب التي شنها صدام على الجمهورية الإسلامية وعلى الشعب العراقي وبعد توقف تلك الحرب المجنونة أيضا كانوا يقولون إيران ولا ترفض الدخول في مفاوضات حول برنامجها النووي وبالمناسبة قبل ما لا كانت أمريكا موجودة في المفاوضات ولا كانت روسيا ولا كانت الصين كانت المفاوضات تجري مع ريترويكا الأوروبي بريطانيا فرنسا ألمانيا بعدين من إيران قبلت بالمفاوضات ووافقت باتفاق قصر سعد آباد المشهور طواعية على تعليق تخصيب اليورانيوم الذي كان هو بنسبة 3.7 يعني أقل من 4% 4% لاستعادة الثقة ومع ذلك الغربيين نقضوا عهودهم الأمر الذي دفع عبر الجمهورية الإسلامية إلى رفع الأختام وذكروها هذه القضية في العام 2005 في أغسطس 2005 وبعدي أنضمت الولايات المتحدة الأمريكية وفرضوا عقوبات وإيران توصلت إلى تخصيب اليورانيوم ذي الأغراض السلمية ووفق معاهدة الحد من الانتشار النووي إلى نسبة 20% والآن يتحدثون عن نسبة 60% ولا تزال هذه النسبة هي لأغراض سلمية زين هم يقرون بأن هذه العقوبات فشلت في أن تمنع هذا الحضر أن تمنع إيران حتى من تصدير نفطها إيران متصدر نفطها وبعدين حتى بعد المفاوضات التي جرت في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي عادت إيران بشكل أفضل منذ قبل إلى موضوع تصدير النفط إلى المشترين والآن خلقوا يتشوفون حتى هناك قارة البترة دولار حتى الأوبك وحتى المملكة العربية السعودية وكوة اتفاقات الآن الهند والصين وروسيا طبعا الهند والصين يشترون النفط من إيران كما يشترون من دول أخرى لأن الصين بحدها تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 مليون درميل نفط يوميا إذا بس تريد تشتري كل النفط الإيراني ما عندها مشكلة وبعدين الصين عندها مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية فبالتأكيد هذه اللي يسموها أقوبات ما تمنع إيران من أن تصدر نفطها إلى الصين وإلى غير الصين والتعامل خارج إطار الدولار فهذا فشل ذريع للولايات المتحدة الأمريكية لهذا هم الآن يبعثون إشارات كثيرة على أنهم يعني يريدون العودة إلى الاتفاق النووي لأنهم يعرفون جيدا أن العودة إلى الاتفاق النووي هي وحدها يعني هذا الاتفاق نعم أكو فتوى من السيد الإمام علي خامنئي تمنع وتحضر الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي لكن هذه الفتوى أيضا قابلة للتغيير إذا شافوا أن هناك خطرا حقيقي شنو الفائدة أنا يوم أدفع كلفة أدفع تكاليف قنبلة نووية أنا ما صانحها بل أدفع تكاليف عدد من قنابل نووية أنا ما صانحها لا توجد إلا في ذهن بن يامين نتنياه ومن لف لفه فليش ما أسوي هذه القنبلة أقوله أقوله بغض النظر عن الفتوى من سماحة الإمام القائد هناك عدد من الضوابط التي تحول دون أن تنتج أو تحصل إيران على السلاح النووي أولاً وأختم معاهدة الحد من الانتشار اللي إيران عضو فيها والكيان الصيوني عضو ليس فيها ويجي بن يامين نتنياهو يحكي على رئيس الوكالة يقول له قرارك الأخير في حل المعضلتين والمشكلتين الأساسيتين مع إيران سياسي بينما هو هذا رئيس الوكالة يروح يزور الكيان الصيوني قبل ما يقرأ تقريره في مجلس محافظية الوكالة وما يخضع برامج الكيان الصيوني للتفتيش إيران موقع على المعاهدة وإيران موقع على بروتوكل إضافي هاي اثنين ونفس الاتفاق النووي هاي ثلاثة وداخل الاتفاق النووي أكو هناك قيود تحول دون أن تنتج إيران سلاح النووين هاي أربعة ويضاف لها فتوى السيد الإمام القائد السيد علي خامن يا حفظه الله ما يعني أن كلما تأخرتم في العودة إلى الاتفاق أنه تبقون على هذا الحبل المجدود وتريدون والله يعني تمارسون الضغوط على إيران لكن دون تعطي الإمدالات النفطين باتشر أي عقوبات جديدة حتى بس بالاسم وغير ناجحة هذا الحضر النفطي سترفع سعر النفط إلى أكثر من 15 دولار مرة وحدة طفرة وحدة وهذا يبقى في تصاعد وين تروحون وين تروحون لأنه أنتم في أزمة أنتم في مشكلة كبيرة عليكم أن تقروا بأنكم انهزمتم في مرحوط في مرحوط